السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد نحن في هذه الكفاية التواصلية تحدثنا بالأمس عن مكونات الذكاء الاجتماعي وتحدثنا أيضا عن فني الإقناع أما الآن سنتكلم عن نماذج التأثيري الأربعة التي يستخدمها المقنع أو المفاوض أو المتحدث مع غيره ليؤثر على الآخرين نسترجع ما أخذنا نحن تكلمنا عن مكونات الذكاء التواصلي وقلنا أن الذكاء التواصلي قد يكون ذكاء ذاتيا أو اجتماعيا أو انفعاليا أو لغويا والذي هو ذكي تواصلي وقادر على التواصل مع الناس بجدارة هو الذي يستطيع أن يمتلك أكثر من واحدة من هذه الأنواع وأن يمتلكها جميعا أصبح شديد الإقناع للآخرين وأصبح قياديا ذكرنا أن الذكاء الذاتي نعني به قدرة الشخص على فهم ذاته واكتشاف قدراته حتى يستطيع تطوير نفسه ولذلك هو قادر على تهذيب النفس وإبعاد سلبياتها وكذلك تفعيل إيجابياتها ولذلك هو يتسم بالثقة بالنفس والجرأة عندما يتحدث نحن نتكلم فهذه الكفاية التواصلية هي كفاية شفهية أي شفويا نتكلم ولذلك نحتاج إلى جرأة الطلاق في الحديث ووقوف الفرد عند حدود إمكانياته ومعلوماته وبالتالي هو قادر على أن يطورها لمعرفة موقعه كذلك هو قادر على أن يبرر سلوكه وأفعاله وعواطفه في المواقف المختلفة كذلك هو تنسجم أقواله مع أفعاله كذلك هو يستطيع أن يعرف السلبيات التي تمنعه من التواصل مع الآخرين ولذلك هو يستطيع أن يزيل هذه السلبيات أو يتجنبها أما الذكي اجتماعيا فالذكاء الاجتماعي هو القدرة على تكوين علاقات اجتماعية ناجحة هذه العلاقات قائمة على فهم الآخرين فهم حاجاتهم كذلك فهم قدراتهم وفهم مشاعرهم وعواطفهم وبالتالي هذا الذكاء غايته أن يلائم الفعل التواصلي المستقبل والطرف الآخر المستمع وكذلك السياق وأيضا الهدف ولذلك الذكي اجتماعيا هو يعرف ماذا يقال ولماذا يقال ولمن يقال ومتى يقال وكيف يقال يتسم بالدماثة أي اللين واللطف وحسن التصرف في تواصله مع الآخرين هو قادر على معرفة دوافع الآخرين ومقاصدهم ولذلك هو عنده قدرة على تحليل مواقف الناس وشخصياتهم هذا هو الذكاء الاجتماعي أما أنه الآخر فهو الذكاء الانفعالي ذكرنا أنه القدرة على أن ينظم الفرد نفسه على أن يضبط مشاعره وحاسيسه وعواطفه غضبه وفرحه وسروره كل هذه الأمور هو قادر على ضبطها وبالتالي هو يتروى قبل ويفكر قبل أن يقدم فدائما هذا الرجل لسانه من وراء عقله فهو قادر على التحكم بالكلام هو يضبط نفسه في بعض المواقف ويضبط مشاعره وحاسيسه لا يغضب بسرعة هو يحس بالآخرين وبالتالي هو يستطيع أن يتفاعل معهم اجتماعيا كذلك هو يحس بالراحة والطمأنينة والرضا عندما يتواصل مع الآخرين لأنه قادر على أن يضبط انفعالاته أنه على خير الذكاء اللغوي وهذا مهم جدا الذكي لغوي الذكاء اللغوي أن يكون قادرا على استخدام الكلمات بكفاءة شفويا أو كتابة لكننا هنا نركز على الإلقاء على الحديث على المخاطبة على التواصل شفويا ولذلك هو يستقبل اللغة بفهم عميق فيه مستمع جيد لأنه ذكي لغوي فهو يفهم ما يقال ثم هو يستطيع أن يرسلها بصورة أدق دلالة وأبلغ تأثيرا وأقوى إقناعا هو قادر على اختيار الألفاظ المناسبة قادر على استخدام الصور الخيالية المناسبة التي توصل الفكرة التي يريد أن يقولها هو قادر على يرتب كلماته التي سيقولها ترتيبا منطقيا مقنعا للآخرين هو أيضا يستطيع أن يطرح أسئلة معبرة لأن حصيلة الأسلوبية هي حصيلة واسعة جدا لأنه ذكي لغوية يستطيع أن يدلي بتعليقات ذكية في مواقف شتى هذه التعليقات قد تكون عبارة عن استشهادات اقتباسات أمثلة مقولات بسبب سعة أفقه في اللغة أيضا بسبب معرفته اللغوية الواسعة وقدرته على توظيف هذه العبارات المحفوظة لديه قدرة على توظيف أبيات الشعر قدرة على الاقتباس من الحكمة ومن أقوالهم فيوظف التوظيف المناسب في طرح الأسئلة أو الإدلاء بالتعليقات كذلك تحدثنا عن فن الإقناع وقلنا أن عندنا أمور معينة تزيد من قدرة المقنع على إقناع الآخرين الانطباع الأول الصورة الأولى ذكرنا لها أثر كبير جدا يتأتي في بداية اللقاء التواصلي مصداقية المقنع أي المتحدث يكون له مصداقية عند الطرف الآخر وبالتالي هو يتقبل ما يقوله وبالتالي يقتنع بكلامه أيضا أن يقنع الآخرين بإقناع منطقي يستخدم الحجج والأدلة والبراهين التي تثبت ما يريد أن يقوله كذلك هو يستطيع أن يصل إلى قلوب الآخرين عن طريق الاستعارة عن طريق التشبيه عن طريق إراد القصص والصور الخيالية التي تثير عواطف الآخرين وبالتالي يستطيع التأثير عليهم كذلك قوة الكلمات قوة العبارات هو ذكي لغويا فهو قادر على استخدام الكلمات المناسبة للمعاني التي يريد أن يتحدث عنها كذلك هو ذكي اجتماعيا وبالتالي هو يقرأ أفكار الآخرين يستطيع أن يحل إلى شخصيات الآخرين ويعرف ما هو الأسلوب المناسب مع فلان أو الآخر أو الثالث حتى يستطيع أن يقنعه إذن هذا هو فن الإقناع أيضا تكلمنا عن التواصل وقلنا في التواصل هو كل حدث كلامي شفهي إذن نتكلم نحن في التواصل عن التواصل شفاها هو يدور بين شخصين أو بين فرد ومجموعة صغيرة لماذا؟ لأن الضابط أن يكون وجها لوجه فلا يدخو ضمنه المحاضرة أو الخطابة مثلا لكل حدث تواصلي هدف معين كالتعليمي أو التأثيري أو المساعدة أو التسلية تحدثنا عن التواصل الإقناعي وقلنا أن التواصل هنا هو كلام شفهي لكن الهدف منه هو التأثير في اتجاهات الآخرين وتغيير سلوكهم أو أفكارهم من خلال زرع هذه الأفكار عندهم من خلال إقناعهم برأي معين عن طريق الأساليب التي تحدثنا عنها سابقة أما موضوعنا اليوم فهو عن نماذج التأثير الإقناع والتفاوض نماذج التأثير أربعة إثنان منها الإقناع والتفاوض الإقناع تعرفنا على الإقناع نريد أن نتعرف على التفاوض التفاوض هو أيضا عملية تواصل شفاهية لكن يختلف الهدف فيها هي تستهدف الوصول إلى حلول مقبولة عند الطرف الآخر أي المستمع أو اتفاق يسهم في تحقيق مصلح الطرفين أي المتكلم والمستمع أو المتكلم ومجموعة المستمعين يربطهم موقف مشترك كاجتماع أو تجارة أو عمل معين أو هدف معين بحيث ترضي هذه الحلول جميع الأطراف وبالتالي التفاوض هي محاولة إقناع من الطرفين وكذلك هي تنازل عن بعض الأمور لكي يصل إلى نقطة بينهما نقطة تجمع بين الرأيين ولذلك فيتوصل إلى حلول مقبولة التفاوض يهدف للتوصل إلى صيغة اتفاق مقبولة نسبية من جميع الأطراف هو يحتاج إلى تعاون ومشاركة يتنازعه أي التفاوض تعاون أو تنافس الطرفين الذين التفاوضان يكون بينهما تعاون لكي يصل إلى اتفاق أيضا ربما بينهما تنافس ولذلك لابد من ضبط هذين الأمرين لابد من تقديم التنازلات لابد من الاتفاق على بعض الأمور حتى تنجح عملية التفاوض فالتعاون يثمر الاتفاق والتنافس يثمر الاختلاف لنجاح التفاوض المفاوض يحدد نقاط التفاوض والأمور التي لن يتنازل عنها حتى يبعدها عن النقاش وبالتالي تقلل الخلافات كذلك يحلل خصمه يحلل شخصية خصمه ولذلك المفاوض الناجح لا بد أن يكون ذكياً اجتماعياً كذلك يجمع المعلومات والحقائق عن القضية وعن الأمر وأيضاً عن الطرف الآخر الذي سيفاوضه المفاوض مصغي هادئ صاحب لباقة وأدب قادر على الإقناع موضوعي وليس عاطفياً وليس دائماً يكون محايداً في آرائه أيضاً لديه بدائل عنده القدرة على أن يغير بعض الأمور فلديه البدائل وأيضاً له التصريح أن يقدم هذه البدائل إذن هذا هو شكل التفاوض بهذه الصورة إذن هو يعتمد على الوصول إلى صيغة معينة ترضي المفاوض والمفاوض فكل الطرفين كلاهما يتفقان على صورة معينة أما نماذج التأثير الأربعة نحن ندرس منها فقط نموذجاً وهي أربعة نماذج نبدأ أولاً بالنموذج الأول الموجود عندنا في الكتاب ألا وهو نموذج الإقناع نموذج الإقناع رسم هذا الشكل عندنا المتلقي وهو المستمع وهو المقنع الذي يقنع بصورة معينة وعندنا المؤثر وهو المتكلم المتحدث وهو المقنع الذي يريد إقناع الطرف الآخر المؤثر يمشي بخطابه يريد التأثير على المتنقي يريد من المتلقي أن يتبعه أي أن يقتنع برأيه المتلقي يستجيب يستمع ويستجيب وبالتالي سيلتقيان في نقطة معينة فيتفقان ولذلك إذا كان المؤثر قوي التأثير استطاع جذب المتلقي إليه حتى يقتنع ويصل إلى الحل إذن أحد الطرفين وهو المؤثر يحاول إقناع الطرف الآخر وهو المتلقي بتبني الموافقة على الموقف والرأي الموجود عنده الطرف المؤثر ينجح في إقناع الطرف الآخر بالانتقال إلى موقفه لماذا؟ الشكل هنا المتلقي يستجيب لا وسيصل إلى نقطة الموافقة ونقطة الالتقاء ونقطة الاتفاق ولذلك نقول أن هنا النموذج هو نموذج إقناع وإذا وصل المتلقي إلى الاقتناء فوصلنا إلى نجاح هذا النموذج ونجاح عملية الإقناع أما الشكل الآخر فهو الشكل التفاوض كما تحدثنا عنه قلنا شكل التفاوض الطرفان يقدمان تنازلات حتى يصل إلى حل وسط هنا المؤثر يحاول أن يؤثر في المتلقي لكنه يحاول النزول له كذلك أي يقدم تنازلات المتلقي هو أيضا يستجيب واستفاد من هذه التنازلات وهو أيضا يقدم تنازلات لأنه الآن يصعد يريد أن يصل إلى الاتفاق ولذلك قد يصلان إلى نقطة اتفاق هنا في التفاوض يتنازل الطرف المؤثر قليلا تنازل لا بد أن يتنازل عن بعض الأمور وعن بعض المواقف عن بعض الآراء وكذلك الطرف المتلقي أيضا هو لما يصعد إلى نقطة الاتفاق هو يقدم تنازلات المتلقي ليس مصرا على رأيه إنما هو يريد أن يفهم من المؤثر ما يقوله حتى يستطيع أن يصل إلى نقطة اتفاق بينهما ولذلك هذا التفاوض يعتمد على التعاون المستمر والعلاقات هذه العلاقات هي علاقات عمل هي علاقات اجتماعية هي علاقات مصلحة معينة تجمع بينهما التي تهدف إلى كسب رضا كلا الطرفين أخذاً وعطاءاً إذن كلاهما مستفيد وبالتالي كلاهما قادر على تقديم التنازلات ولذلك هذا هو التفاوض كلا الطرفين يقدم تنازلات كلا الطرفين يستجيب للآخر إذن هذه نماذج التأثير الإقناع والتفاوض أما النموذجات الآخران فنموذج التعصب لو ننظر هنا نلاحظ أن المؤثر يسير في خط مستقيم المتلقي يسير في خط مستقيم والنظرية الرياضية تقول الخطان المتوازيان لا يلتقيان وبالتالي المتلقي والمؤثر لن يلتقي أبداً على نقطة معينة يتفي قانبية لأن المؤثر مصر على رأيه والمتلقي أيضاً لا يستجيب فهو كذلك مصر على رأيه وبالتالي الطرفين مواقفهما ثابتة أيضاً كلا الطرفين يرفضان التحرك أو التنازل عن الموقف دون اعتبار لما يطلبه الطرف الآخر لا يبالي برأيه هذا لا يبالي بالمتلقي والمتلقي لا يبالي بالمؤثر والمؤثر لا يهتم بالمتلقي لا يريد منها أن يقتنع أصلاً هو يقول هذا رأيي وهذا يقول هذا رأيي وبالتالي هما لن يلتقي أبداً هذا نموذج التعصب نموذج الأخير هو نموذج الاستقطاب وهنا المؤثر نرى أنه صاعد إلى الأعلى المتلقي باتجاه أيضاً آخر ولذلك إذا كان نموذج التعصب خطان متوازيان ولذلك هما لا يلتقيان هذان خطان متباعدان جداً فكلما ازداد النقاش ازداد حدة وازداد تنافراً وتباعداً ولذلك هنا الأسلوب أسلوب هجومي فكل طرف يحاجم موقف الطرف الآخر يرفض الاستماع إلى حجته هو لا يريد أن يستمع له أصلاً فيحصل التباعد الشديد في المواقف والأفكار وكل طرف يحاول إثبات صحة موقفه ولذلك هو يحاول إثبات التعصب لا يحاول إثبات التعصب يقول هذا رأي ويسير أما هنا لا هو يقول رأيه هو الصحيح ورأيك غير صحيح هذا يقول رأيه هو الصحيح ورأيك غير صحيح فأصبح كالقطبان المتباعدان فمع الوقت أو مع النقاش يتباعدان بصورة أكبر إذن هذه هي نماذج التأثير نهتم عندنا في الكتاب بنموذج التفاوض ونموذج كذلك الإقناع لأنهما هما الذين بالفعل يستطيع الإنسان أن يوظفهم التوظيف المناسب لإقناع الآخرين أو التفاوض معهم على أي أمر من الأمور وفقكم الله صلى الله وسلم على نبينا محمد